سلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى الله رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكرايب وكمنت حلو من كومنتاتكم الجميلة ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان توصلكم الاشعارات ولو سمحتوا رفع الفيديو باللايكات عشان يوصل الاشعارات للناس كلها ان شاء الله زهقنا اصحابي من الطبخ قلنا النهاردة نعمل مشاوي اكل النواشف بيبقى حل هنعمل كفتة الحاتي وكباب او شقف لحم او قطع لحم كل واحد حسب ما يحب يسميه شايفين قد ايه الكفتة جوسي ما فكتش من على السيخ ولا فيها نشا ولا بيض بيض ولا بيكين بودر ولا اي حاجة واللحمة وغضة تسوية تحفة وهنعمله في الفرن ورهيب جوسي وهنقول على كل الاسرار واعتمد التدبيلة دي رهيب بصراحة لايكات وشيري يلا نبدأ بالوسط هنبدأ اصحابي تدبيلة قطع اللحم حطيت معلقة بقدونس متقطعة وهضيف هريسة الفلفل الحلوة او دبس الفلفل الحلوة هنحط ملح وفلفل المشاوي ما بتحتاجش توابل كتير عشان ما تضيعيش طعم اللحمة ملح وفلفل اسود وده مية البصل خدت تلات بصلات ربطهم وهنستخدم البصل للكفتة واخدنا المية مع البقدونس وهرست الفلفل دي حلوة مش حارة وهضيف معلقتين كبيرة كده من زيت الزتون ونقلب ريحة الخلطة يعني تتاكل نية كده ما شاء الله هبدأ اجيب قطع اللحم انت بتقولي للحام قطع للشاوي فهو بيقطعها لك بيبقى عارف هو القطعية بتاعت الشاوي مش اي قطعية بتنفع للشاوي عشان تستوي بسرعة هي اخدت معي بالضبط 20 دقيقة في الفرن كانت مستوية هنا تقريبا حوالي كيلو من اللحم طبعا كل واحد بقى بيعمل حسب عدد افراض الاسرة وبنبدأ ندخل التدبيلة طبعا يفضل التدبيلة نتبل اللحم قبلها بيوم بس احنا هنا نسينا حاجة نضافة في التدبيلة وهي خل الابيض او عصير اللامون فهنا انا جبت الخل الابيض حوالي معلقة كبيرة وهنبدأ نفرق اللحم كويس جدا بالتدبيلة البقدونس مع دبس الفلفلة دبس الفلفلة الوصفة موجودة وفيه وصفة جديدة انا هنزلها ان شاء الله في القناة هنا اصحابي اهول لحم بعد ما تببناه كويس هنا بقى لازم نغلفه لو ما عندكش وقت يبقى ساعتين عندك وقت اعمليها من قبل بليلة بتدي طعم غير طبيعي هنا اصحابي انا بتببلها من بليل وعلشان نعملها للغدا بكرة ان شاء الله وندخلها التدليجة هنا برضو الكفتة قولي له كفتة كفتة حدي او كفتة شاوي هو بيبقى عارف القطعية فبيدهالك فيها نسبة دهن تقريبا حوالي لكل كيلو 100 جرام او مية وخمسة النص كيلو عليه 100 جرام دهن وبفرومهولك هنا بقى اخدنا التلات بصلات اللي هما للكيلو المقدير دي كلها الكيلو لحم وكيلو كفتة اخدت التلات بصلات بعد ما اصرنا المية بتاعتهم كويس جدا وخدنا بس تفل البصل او مبشور البصل مع معلقة بقدون الصغيرة وتقضي الورق متقضيش العدان وهنضيف برضو ملح وفلفل فقط لا غير وهبدأ انزل باللحمة طبعا يا اما بقى تعجنيها باديكي بس طبعا هتاخد مجهود او انا هديها لفة في الكبة عشان تبقى ايه الكفتة تديني تسمغي يعني يكون فيها خيوط كده اهيه هنا بعد ما ضربتها في الكبة شايفين سمغت كده وكل حاجة تدخلت مع بعضها وبقى فيها نسيج ده اللي هو المطلوب هنا اصحابي برضو نفس الحالة عندك وقت اقل حاجة لازم تسبيها ساعة في الفريزر لو ما عندكيش وقت تحطيها ساعة واحدة بس في الفريزر عندك وقت من قبل بليلة عشان تندمج والكفتة تسمخ كده وتديكي قوام حد هنا انا خليت الكفتة وقطع اللحم من قبل بليلة يعني عم سوتها تبلتها من بالليل والنهاردة اليوم التاني قلنا نعملهم للغدا بقى هناخد قطع اللحمة هنسيخها في سواء عيدان خشبية او العيدان اللي هي المعدن زي ما انتو شايفين اهي الريحة ريحة اللحمة قصا ما شاء الله تدبيه لا تخفه وزيت الزيتون كمان بيطري عشان اللحمة دي ما فيهاش نسبة دهن عالية فبيطري لك اللحمة ده الجوز الاولين انا عملتهم على جوزين عشان يغضوا رحتهم في الصينية وانا هاخد جوز برضو من الكفتة تقدر تصبعيها كده بمنتهى السهولة لكن انا هديها بعد تاني هديها معلقة هريسة الفلفل الحلوة برضو بتديها تراوة وبتديها طعم تخفة يعني ما شاء الله هاخلط معاها معلقة من هريسة الفلفل او دبس الفلفل الحلوة ده فلفل احمر رومي يعني بنستخدمه كتير في التدبيلات والمقبلات ان شاء الله الفيديو هنزله لكم قريبا وفيه فيديو انا كنت مسورة من زمان موجود في القناة هنا اصحابي بعد ما دمكت الفلفل هجيب طبق فيه شوية مياه وابدأ اخد بايدي بقى وبعصيان الشيش طوق عشان العصيان هادي او الاسياخ هادي رفيعة فحطيت اربعة مع بعض وطبعا بلتها بمياه عشان ما تتحرقش في الفرن اقل حاجة ساعة تنقعها في مياه وبأداية ببلل اداية بالمياه وبنسيخ الكفتة على الشيش وبالاصابع كده بنضغط ضغطات بسيطة فبيتعمل معنا سيخ الكفتة هنا عملت الجزء الاولين هدخلوا الفرن واصبع التانيين عشان هدخلهم على المرحلة التانية زي ما انتو شايفين هنا بقى الفرن لازم يكون مسبق التسخين هنشغل الشوية بس فقط حطناهم على شبكة شبكة الفرن والصانية عليها ورقة ألمونيوم فويل عشان كل السوايل ما تتعبكيش بعد كده في تنظيف الصانية وهنا اصحابي انا عجلت شغلت الفرن على اعلى حاجة عندي 250 فشغلت على 250 الشوية فقط ومش قريب يعني الدرجة اللي بعد اللي تحت الشوية على طول وهي المدة هتاخد 20 دقيقة بالضبط اول 10 دقايق بعد 10 دقايق شايفين بدأت السوائل والدهون اللي في الأشياء هي بتنزل بتنقط بعد 10 دقايق هنبدأ نقلبهم على الجانب الثاني زي ما انتو شايفين هقلبهم كلهم لازم الحركة دي عشان ياخدوا التسوية من كافة الجوانب هنقلب الكفتة ونقلب اسياخ اللحم اهو الريحة مش قادروا صفالكم غير طبيعية ودي انتو شايفين الكفتة بنقلبها ما سقطتش ولا حطنين فيها بيكين بودر ولا اي حاجة هي اهم حاجة قطعية اللحمة تكون كويسة وتمشي بالخطوات اللي عملناها معايك لا يستحيل لها تفك ولا هطاعة شايفين اصحابي بعد ما قلبناهم برضو هسيبهم 10 دقايق هحسب 10 دقايق تانية وبعدين نرجع نقلبهم مرة تانية يعني هو في خلال مدة التسوية بنقلبهم مرتين وهنا عشان اديهم بعد بقى الشوي حطيت فنجان فيه فحمة ونقطة زيت خفيفة وحطيتهم معاهم كمان عشان اثناء التسوية يدخنوا فيديكي طعم الشوي مظبوط يعني اهو هنا بعد العشر دقايق خلاص اهو شايفين هنطلع الفحم انا قلبتهم مرة تانية كمان هطلعهم بقى خلاص هم مكده استوي يعني شايفين اصلا اللحم استوت فطبعا الكفتة كمان برضو استوت هطلعهم بقى وشايفين كل السوائل والدهون نزلت في تحت هنا خلاص استوت اصحابي عشان اديهم لمع بناخد جزء من الجوس بنلمع بها قبل التقديم وزي ما انتو شايفين رهيبة طبعا انا عملت معاهم طبق صلطة بلدي كبير اللي هي صلطة تلحاتي الريحة مش قادرة وصفالكم ريحتها رهيبة وهنتطعم مع بعض دلوقتي هتشوفوا قدقيل الكفتة نعمة خفيفة ما شاء الله ريحتهم تخفى وماخدوش منك وقت وفلفر طبعا لو انت عايزة تشوي على الفحم طبعا هتمشي بكل الخطوات بمنتهى الجمال اهم حاجة هي القطعية شايفين قدقيل الكفتة جوسي وطرية يعني ما شاء الله طخفى ورحتها وطعمها ما شاء الله كانت رهيبة اهي شايفين قدقيل جوسي مش جفة ولا اي حاجة واخدوا بالضبط عشرين دقيقة في الفرن وهنا اللحمة قطع اللحمة اهي برضو مستوية ومشاء الله طعمها غير طبيعي رهيبة ما شاء الله ان شاء الله اصحابي ودي بقى صلط عملت طبق كبير من الصلطة البلدي اه طبعا انا كنت منزلها قبل كده في القناة هنزل لكم الرابط في صندوق الوصف مع المقادير طبق كبير وفيها بقى شوية المية الحلوين دول يعني المشاوي ما تنفعش الله مع صلطة الحاتي وهي اهم حاجة فيها انك تقطع الخضار تقطيعا كبيرة والتدبيلة بتاعتها ملح فلفل آآ كوزبارا كامون وخل ولمون وبحط انا احب بحط معلقتين زيت زيتون ونقلبها واضيف لها كوباية مية سلام عليكم